بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. صلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى عليه وصحبه وسلم. أما بعد في الفيديو دي ان شاء الله، هنحل قواعد الواحدة التانية، الموجودة في كتاب اللقل الترجر. لو انت ما سمعت في الواحدة الاولى موجودة كاملة على المنصة ودي الواحدة التانية وبكده هيكون الواحدتين الاولى والتانية موجودين كاملين. وهنكمل في الكتاب يوم التلات في فيديوهات قواعد يوم الجمعة في لايف بالنسبة للورقيات فدي هتنزل بشكل مباشر يوميا هتلاقي كل يوم مرأة واتنين كده نازلين تحلهم لوحدك وبعدين اخر اليوم هبعط لك الاجابة بتاعتهم اه وممكن اعمل عليهم بتعليق صوته برضه وبحس بقول انت فهمين احنا اخترنا ايه وليه طيب تعالوا نبدأ بسم الله في اول جملة بقولي هاولونج ايه ذا اه اجو طبعا انت عارف ان كلمة اجو دي اصلا من كلمات الماضي البسيط وبالتالي الجملة دي زمنها ماضي بسيط اول اختيار ده ماضي تام والتاني مضرع تام التالت ماضي بسيط والرابع ماضي مستمر اذا يعني منذ متى وهم قد بنوا هذا المنزل او متى بنوا هذا المنزل الجملة التانية هاولونج لوحدها كده غير هاولونج اجو خد بالك هاولونج اجو يعني حطي لك اجو فكده ارغمك تاخد ماضي بسيط الجملة التانية أنت تختار وفقا للإجابة لدهالك هو قالك في الإجابة هنا منذ كنت في عمر العشر إذن السؤال ده زمنه مضارع تام لأنه في الإجابة الداني مضارع تام طيب المضارع التام في الأربع اختيارات هو الجملة التالت أنت وقت بلك أن فيه بفور وبعد بفور جاب لك ماضي بسيط إذن أنت عايز تستخدم ماضي تام الماضي التام في الاختيارات فيه ندور عن ماضي تام هتلاقي هاد وبعدين التصريف الثالث طب هندور دز ده مضارع هاد شي بين ويتنج هي دي الإجابة طب نكمل الرقم دي هاد شي بين ويتنج لأ طبعا ده مضارع تام إذن الإجابة هنا لقدامي من أربع اختيارات هاد شي بين ويتنج وبمعنى الجملة هاولونج هاز أو هاد شي بين ويتنج يعني كامل مدة التي كانت هي تنتظرها قبل أن يصل القطار هي استمرت في الانتظار فترة قبل ما القطار ييجي عشان كده احنا خدناها ماضي تام مستمر نمبر فور هاو مني بوكس اه سوفار انت عارف أن كلمة سوفار دي من الكلمات اللي بتعبر عن مضارع تام دي بقى انت هتقول هاز شي ريتن اللي هي نمبر دي طيب الجملة نمبر فايف هاو مني بوكس يستردي والله يستردي دي ماضي بسيط خلاص يبقى هاو مني بوكس دي شي باي لاحظ ان احنا نجيب دي وفاعل وفاعل في المصدر نمبر سيكس اي هاو مني بوكس انا اشتغلت هنا السنة اللي فاتت طبعا منزل السنة الماضية وبتلها نقول سينس لاست يير افرض قالك بدل لاست يير دي قالك اي يير كنت انت هتقول فورا يير بقى لي سنة طيب اي او تو ييرز فايف ييرز وحكده نمبر سيفن يقولك اي هاو مني بوكس اي هاو مني بوكس عاو مني ب быстр اي هاو منا بالنسبة model كل دول كده تاخد معاهم القاعدة بتقول انه سنس وبعدين اسم وبعدين مدة بحزن الكلام ده كويس عشانين الكلام ده مهم الجملة رقم تسعة طيب تسعة بيقول لي انا اشتغلت هنا خمس سنوات انت بتقول انا اشغال هنا منذ خمس سنوات مدام المدة محسوبة وانت تقدر تمسكها لو انا سألتك هو اشتغل كم سنة خمس سنوات خلاص تاخد فرو وانت مغمض طيب لو المدة قدامك انت مش عارف تحسبها يعني انت بتقول لي the last meeting امتى طيب الميتنج دي امتى مش عارف خلاص يبقى سنس طيب لو انا قلت لك مثلا five years five days five months خمس سنين حاجة محسوبة وانت عارفها يبقى دي four الجملة رقم عشرة بقى ديقول لك I have worked here not five years ago الجملة دي في رقم عشرة انت لما تلاقي ten years ago six years ago seven years ago هنا بنستخدم سنس ولكن حقيقة the old english لم تعد تستخدم الجملة بي كتجات في امتحان سنوية عام قبل كده وكتعاملت مشاكل للسماء فطبعا ما نفعش تيجي في امتحان حقيقة الامر المهم لما تلاقي five years بس وتسكت يبقى four طب five years ago على بعضها جده تعمل حسابك ان دي since هداشر I haven't met my dot doctor I am waiting at the reception انا لم اقابل الدكتور الطبيب بعد عشان كده انا بستنى في reception عشان يبقى انت هتقول بعد اللي هي yet طبق I haven't met the doctor A it is the first time ولو انت اول مرة تقابله يبقى انت هتستخدم before مباشرة انت عايز اكتميز بين استخدام yet before في الجمل المنفية احنا بنستخدم yet لما نقول ان دي اول مرة لما نستخدم yet سوري لما تقول انك ما عملتش الحاجة دي لسه النهاردة بس عملتها قبل كده طيب before لو انت عايز تقول اول مرة في حياتي اعملها عشان كده ناخد من before هنا والجملة بيقول لك فيها ان دي اول مرة هتبقى لك the first time اول مرة قابل الدكتور ده طب انت رايح اجتماع اول مرة تقابل المدير يبقى تقول I haven't met the manager before طب المدير كل يوم يعمل اجتماع بقى أوزن فتقول النهاردة I haven't met him yet لانك بتقابله على طول بس النهاردة لسه 13 لقول لك I have you made dinner I can't believe it you are so fast ايه الحلوة دي انت الحق لتخلص انت بالفعل خلصت يبقى انت هنا هتقول already احنا بنتستخدم already في جملة السؤال لما تعبر عن الاعجاب انت مستغرب يا سلام انت الحق لتخلص يبقى already have you made dinner I am hungry هو انتو لسه يجد عنهم خلصتوش يبقى تاخد يت افهمها بسنس انك بتاخد already في الجملة علشان تعبر عن انك انت مستغرب متعجب فرحان باللي حصل ده بتستخدم مية عشان تشتكي انت بتقول مسلا وانت احنا مخلصتوش هتبقى طيب انت المفروض في امتحان والمدرس عد الزمن الامتحان ساعة حضرتك خبط ساعة ونص ولسه مخلصتش يقول لك هو انت لسه مخلصتش طب الامتحان زمنه ساعة وانت اول خمس دقايق سلمت الورقة يقول لك انت يا ابن الحقيق تتخلص هو مستغرب دلوقتي خمس اربعتاشر قلنا مية خمس طوش بقى بقول لك تعالى نشوف الاختيارات اول واحدة طبعا ما ينفعش تيجل واحدها كده لازم وبعدها المد طيب اه ما هنا حالق عارف ان انا ممكن اقول يعني منذ متى وبالتالي هنا ينفع طيب حاجة تانية اه ما انا ممكن اكتفي بالجملة كده فعلا انا ممكن اقول لك هولونج ها فيو ورق الاسكتر واسكت يبقى الاجابة كده رقم ب ورقم سي يعني الاجابة كده فور و نو ورد طب ما هو اجابها او سي لا يبقى ده غلط ده خلق طبعا المفروض الاجابتين ب و سي اللي هي no word و for اقول ثاني how long have you worked as a teacher for لان احنا ممكن نقول for how long have you worked as a teacher وكممكن نقول have you been working as a teacher برضو وممكن نسكت على كده من غير ما نكتب حاجة وبالتالي الاجابة for no word لتمن صح طيب الجملة رقم 6 وعشر بقى بيقول لك when طبعا من غير when have you worked as a teacher when have you worked as a teacher يعني متى عملت كمعلم طبعا انت هتقول له for since when have you worked اللي هي الاجابة رقم a طب احنا رو عايزين نسيب الجملة كده من غير اضافة طبعا احنا اخترنا هنا since when احنا عايزين نسيب الجملة من غير اضافة من غير من نضيف since أو غير ها لازم تحولها للماضي البسيط اقول لك when did you work as a teacher في 17 بقول لي he is ill since he bad food ترجب هو مريض منذ اكل طعاما سيئا عايزك تفهم ان this زمانها مضارع فانت النحية الثانية مينفعش تستخدم ماضي اطلاقا وبالتالي هنستخدم مضارع تام ونقول since he has eaten bad food اللي هي number b طيب طبعا d هما اتنين eat فما همش علاقة بموضوع 18 he has been ill since he bad food هو بيعاني من المرض منذ اكل طعاما سيئا او منذ تناول طعاما سيئا طبعا احنا مفوض نقول اكل تناول فانت عايز ماضي وبالتالي هتقول since he ate وانت عارف ان اصلا since بيجي قبلها مضارع تام وبعدها ماضي بسيط my friend tennis مع جملة مضارع تام وعن جملة ماضي بسيط بنستخدمها مع مضارع تام لو لسه مستمر مع ماضي بسيط لو انتهى تمام كده طيب انا جملة اللي قدامي دلوقتي بقول لك هو دلوقتي بيلعب كرة قدم يعني معنى كده انه بطل يلعب تنس وبالتالي انت هتقول لاعيب وانتهى يبقى مستمر فناخد مضارع تام يبقى المفوض my friend has blade وعلى فكرة لو الاختيارات مش موجود فيها has blade هناخد has been blade وتبقى برضو صح طيب never a to the u s i انت عارف انه never d لما نجب هنجبها في اول الجملة يا مستر وهي معناها نفي فبنعمل ايه بنعمل الجملة على انها جملة سؤال فبعد never نجب مساعد فاعل الاربع اختيارات مفهوم شغل واحدة بس اللي هي have I traveled two zi u s i واخد بالك انه قالك zi u s i لازم تقولها zi u s i بالz ديت علشان الدول المركبة بناخد معها zi 22 tom last played chess april tom اخر مرة لعب chess شطرانج كانت في ابريل لحظ انه بقول blade بسيط فهتاخد in april اخر مرة tom لعب فيها الشطرانج انت بتقول كانت في يعني انت هتقول was in اللي كانت يعني was وفي يعني in he hasn't achieved anything valuable throughout life هو بقولك انه ما عمل ش حاجة خالص مفيدة في حياته عايزك تفهم انك انت عايز تقول ما عمل شي بقى تقول he hasn't ever دي بتكون موجودة عشان تبين او تؤكد على النفي يعني انت بتقول انا عمري ملعبت كورة يبقى تقول i haven't played football او i haven't ever played football يعني ever بتيجي بعد haven't and hasn't 25 he has not achieved anything has مثبتة فانت عايز تخليها منفية فتقول he has never achieved يعني هو لم ينجز شيئا زاد واخد انت بالك من كانت دي مضارع فالنحية التانية هتاخد مضارع تام وتقول has hurt بس عايز تفهم حاجة في الموضوع لعشان ما تلخبط انت بتقول has hurt زمنها مضارع تام بنترجمها ماضي يعني انت لما تقول شيء في الترجمة لانها تجرح لانها جرحت مضارع تام بيت كتب مضارع ويترجم ماضي 27 بيقول لك couldn't ماضي فالنحية التانية عايز ماضي فبتقول since or because she had hurt her hand بيبقى رتز معايا 26 27 علشان في الجملة دي كانت مضارع فناخد الناحية التانية مضارع تام عشان فيه هنا couldn't ماضي فناخد الناحية التانية ماضي تام طيب كمان 20 بيقول لك باسل هونجري because he has eaten a big lunch باسل ده ايه جعان يعني لانه اكل وجبة كبيرة هو تناول وجبة كبيرة حلو يعني معايا كده هو ليس جائعا طيب ممكن اختار isn't ممكن افكر في isn't يعني وممكن اقول wasn't بس هاز مضارع فحضرتك هتاخد قبلها برضو مضارع المضارع مين هنا مستر المضارع هنا isn't عشان كده هتقول باسل isn't عايدة تاخد بالك من كذا حاجة كده في رقم 26 بص عليها كده في 28 هو قال لك can't has heart 27 couldn't had 28 isn't لكي المضارع التاني has eaten افرض ه had eaten 29 29 29 بقى باسل a hungry because he had eaten ماضي فلازم الناحية التانية يبقى ماضي يبقى المفروض ناخد ماضي بسيط طب يا مستر ما عليش في سؤال رخم شوية ومستفز تفضل اسأل هتقول لي ما هو في didn't وفي wasn't اخد من فيهم افهم لازم بعدها فعل في المصدر يعني didn't لوحدها كده ما تنفعش اقول didn't eat didn't eat didn't didn't meet بص اي رابط تمام اي رابط في اللغة الانجليزية بنجيب قبل مستقبل اللي بعد يكون مضارع بسيط او مضارع تام حلو طب انا لما بسيط في الاخترارات مستر لقيت اتنين موجودين مضارع بسيط و مضارع تام افهم ان الموضوع في ان الفعل من قدام سيادتك و و ينفع ناخد مع و المفيد نقول فعشان كده الاجابة هتبقى الى الرقم دي طيب واحد تراتين بقى بيقول لك هو رحى ببنا بمجرد ما احنا وصلنا طب ركز زمانها ماضي اذا لازم يكون بعدها ماضي ما ينفعش نجيب بعدها مضارع طيب اختار يا طار او انزل الاختيارات الاول يا عام مشوفهم موجودين الاتنين ولا لا اذا اذا انت عايز مين هتختار الماضي التام اللي هو هات الرايف طيب يا مستر لو الاتنين موجودين في الاختيارات هننعمل ايه ترجم هو لك رحب بنا بمجرد وصولنا يعني احنا وصلنا الاول وبعدين هو رحب بنا يعني انت عايز تختار حدث اولان وبالتالي هتختار الاتنين وثلاثين اي دين اي دين جو وز هم تو ز از اي ز اي وقول لك انت انا مرحت ش معاه السينما اصلي انا سمعت الفيلم ركز انت بتقول انت ماضي واخد انت ماضي فلازم تختار برضو ماضي اترى هتقول هاف لأ دي مضارع 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 برضو ماضي بسيط هاد already seen هي دين مضارع الماضي التالي لانك شفت الفيلم وبعدين لما هما فكروا مروح مروح معاهم يبقى هاد already seen طيب 33 بقى ها هل انت هيت من القيام بالبحث فقال لا ليس بعد عايز تفهم ان اسمها نوت يت على طول كده نوت يت افهم يبقى احنا افر she hasn't افر تب نوت معي 34 بقولك اي هافنت seen مازن the last we met in alexandria احنا انا ما شفتش مازن منذ اخر مرة تقابلنا في الاسكندرية طيب انت لو خدت بالك انت بتقول من زو خلاص يبقى السنس اللي هي دي طيب طيب ليه ما ناخدش فور انت بتقول منذ 35 i have written stories as long as i can remember حلو المصطلح دي جدا المصطلح اسمه for as long as اخبالك من دي كواس جدا for as long as i can remember يعني منذ اخر مرة اعتقد او استطيع ان اتذكرها يبقى انت عايز هنا for اللي هي الاولي نيركم ايه 36 بقولك i golf when i was in her day last summer اخبالك انت من last was وين معهم كمان يعني الموضوع كله ماضي فانت عايز ماضي بسيط فهتقول didn't play i golf since i was on her day last summer فهو فيه لست اهو بس since بوزتها since بعدها موضة بسيط فحضرتك عايز مضارع تام فهتقول i haven't played عشان خاطر since تبدونا 30 ages انت عارف ان ages دي for ages لكن هنا في الجملة مش عايز كده عايز تقول it is ولا it was ولا it has since we visited her old friends ركز ان since بنجيب قبلها مضارع تام او it's ومدة زمنية او it has been ومدة زمنية الاجابة في الاختيارات قدامي جاب it is لما ناخدها it is وكان ممكن نقول it has been ages طب ما هي هازها بس نقصة بين عارف لو معايا بين هنا كمان كنا خدنا دي كمان وكان لتنين صح 39 بقى he not for fifteen years before he had his wife separated قبل ما ينفصل عن زوجته ركز ركز هو تزوج لمدة خمستاشر سنة قبل ما ينفصل يعني هو تزوج وعاش حياة الزواج الأول وبعدين ينفصل فانت عايز حدث ماضي تام يبقى المفاوض نقول he had been married يعني زوجة منها او تزوجت إليه 40 بيقول لك I haven't had any coffee today انا ما شربتش اهوى النهاردة اطلاقا I not so sleepy انا اشعره انت قلت ايه اشعره يبقى عيفي لي عم وبعدين قال لك haven't مضارع تام فانت عايز ان نحط تاني مضارع برضو الدنيا النهاردة حر جدا لدرجة ان انا شربت خمس علب من الكنز النهاردة في فترة الزهيرة وبالتالي انت بتتكلم عن حدث كل مضارع فهتقول have drunk لاحظ ان قال لك it is فعشان كده انت فكرت في المضارع التام عطول 42 in the last few years it a more and more difficult to get into college في السنوات القليلة الماضية عايدت تفهم in the last few years over the last few years over years through out years so far الكلامات دو كلها من كلامات المضارع التام اللي انت رازم تركز معها يبقى انت هنا عايز مضارع التام it has become اللي هي number c over the countries في البلاد كلها man the sun in many ways الانسان يستخدم الشمسها في طرق مختلفة لاحظ كده has used had used is using was using انت بتقول ان الانسان بيستخدم الشمس over the centuries بقى مفروضة over the centuries يعني على مر العصور على مر القرون وانت عارف انه over زي ما قلت لك قبل كده في المثال الفات مضارع تام يبقى has used it is the first time we نقط this sport آآ بيقول لك اول مرة it is the first time it is مدة زمنية since موضي بسيط حلو الكلام حلو الكلام فانت هنا في الجملة دي عايز مضارع طب ما هو مددنش في الاختيارات sense ما هو عامل حسابه لانك حافظ الموضوع ده it is the first time اربعة واربعين it is the first time it is the first time we this sport لما تلاقي it is the first time it is the first time بيقول تاني it is the first time فانت عايز مدارع تام يبقى هنقول طب لو قولك it was the first time خلاص يبقى انت عايز موضي تام بعد نشوف اللي بعدها هتلاقي هي الحل it was the first time فانا عايز موضي تام اللي هو had done ركز مع الموضوع ده عشان اللي بقى بتكرر بالافكار واحدة مفيش جديد ولكن الصياغات بتكون جديدة فبتلخبط ستة واربعين everything 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 not white because it had been snowing خط بالك it had been snowing الموضوع من هذا كله خلاص فانت عايز موضي فاتاخد ووز طيب ليه ما ناخدش everything يعني كل شيء بيجي بعدها او تعامل على نائس مفرد فانا ااخد ووز حالة التانية ليه ما ناخدش هاد been هينفع اتنين موضي تام في نفس الجملة 47 طيب i was so delighted when i found my keys i for them for hours بتكس بقى في الجملة 47 فكرتها عظيمة بيقول لك انا كنت مسرور خالص لما لقيت مفاتيحي اصلا كنت بدور عليهم لمدة ساعات طويلة معنى كده انك انت دورت الاول وبعدين لقيتهم فالبحث ده كان الحدث اولاني فبالتالي هتقول موضي تام عشان كده هتاخد طب ليه خدنا موضي تام مستمر لانك انت استمرت في البحث وبعدين لقيتهم 48 واربعين بيقول لك لما البوليس لما البوليس سأل سألوا يعني جون اخبروا ان هو كان بيشتغل في المكتب لفترة طويلة فانت عايز موضي طبعا والموضي اللي في الاختيارات اصلا مفيش غير موضي تام 49 بقى بيقول لك اي نقط مي اون كمبيوتر فور ثري جيرز ناو بقى لتات سينين النهاردة استنى يا مستر احنا عارفين ان فور وناو دول بيجوا مع مضارع تام المستمر يعني الجملة لما يكون فيها فور معها ناو يبقى لها مضارع تام مستمر حلو حلو الكلام طب انا هينزل في الاختيار تختار لأ انت عامل لك انا حاجة دي غلط خالص طب ليه؟ عايز اكتفها من كلمة بمعنى يمتلك كلمة بمعنى يعرف كلمة بمعنى يعتقد ما يجوش مستمر اذا انت هتختار هنا هاف هاد اللي هي مضارع تام فقط مش مضارع تام مستمر 50 ما خلصش شغله لسه ده معناها ان هو مازال بيخل مازال شغال يعني معنى كده ان هو مازال شغال يعني معنى كده انك انت كلمة مازال يأكل ما زال عاجري فانت هتدور على دي فالاختيارات يعني الارقم دي اقول ثاني لما اقولك هاز انت فنشد معناها انه مستمر في عمل الشيء ولسه مخلصش لما اقولك هاني هاز انت فنشد بلاينج يبقى هاز انت فنشد بلاينج هاني هاز انت فنشد رنج يبقى هاز انت فنشد رنج 51 بقى هادير هاز نيفر كوم ليت هادير دي عمرها مجت متأخرة ده معناها معانيها من قد ما نبص في الاختيارات قول معي بقى عايزي نقول هدير عمرها ما جات متأخرة ده معناها ان هدير hasn't come late أو hasn't ever come late أو didn't come late before طب ما تيجي نشوف كده فن هي Has come late before الاورانية معناها ان هي جاءات متأخرة الراجل ما قالكش كده طب رقم ب هدير came late once before جات مرة واحدة متأخرة يعني ما قالك عمرها ما جات طب رقم تلاتة هدير came early جات بدري ما قالكش كده برضو هادير has never complete اللي هي نمبر دي فعلا ما أنا عارف يا مستر has never يعني hasn't ever باختصار 52 بحق بيقول لك مصطفى hasn't studied English for a week مصطفى مدرسش انجليزي بقله أسبوع ده معناها ان هي didn't study it for a week ينفع نقول didn't study it for a week بمعنى ان هو مدرسوش أصلا لمدة أسبوع مدرسوش أصلا هو بقول لك في الجملة مصطفى ما درس ش الإنجليزي بقى له أسبوع دي ما تنفعش التانية مدرسهش الأسبوع اللي فت برضو لا ما هو معرفكش ان هو الأسبوع اللي فت تحديدا آا دي تنفع يعني معناها فت أسبوع منذ آخر مرة درسه مدرسهش الأسبوع اللي فت ما قالكش برضو ان هو كان الأسبوع اللي فت يبقى ليجاب فعلا ركم C تبقى الجملة كده مصطفى هازنت استداد انجليش فوراويك معناها ان اتس اويك سنس هلاست استداد ات واحفظ السياقين مع بعض تلاتة وخمسين هازت جاست بوت انيو كار هازت جاست بوت انيو كار توم لسه الشارع عربية حالا انا عارف يا مثلا ان هازت جاست بوت بتساوي اتشورت تايم اجو يعني حاجة بتعبر ان هو لسه شارعها حالا تعالي نشوف بوت اكار اشورت تايم اجو اه هي دي فعلا من غير ما نكمل بس هنكمل برضو did nothing except buying a car ما عملش حاجة غير شرائي السيارة ما قالك ش كده الراجل intended to buy a car few days ago هو قالك اشترى did not buy anything except the car ما اشتراش للعربية ما قالك ش كده برضو عاديك تفهم وتحذر انك تترجم حاجة بفكرك بدماغك الراجل بقول لك توم اشترى عربية منذ فترة قصيرة اشترى ما تقول ليش بقى ما اشتراش يبقى الإجابة الرقم ايه 54 55 انا متأكد ان ما شفتش الراجل ده قبل كده this means ده معناه ما شفنوش قبل كده خد بالك احنا قلنا قبل كده مرة انه لما يكون في before يبادي اول مرة تشوف تعال نشوف بقى it is the first time to see this man اول مرة شوف الراجل اه هي فعلا دي it is the first time to see this man طب ما نشوف البقين it was لأ ما حضرتك لو قالك it was كان هيقولك في الجملة hadn't it is the first time the last time لما فعش نقول the last time اسمها it is the first time عيب 55 خمسين i haven't seen him for five years انا ما شفتوش بقى لي خمس سنين تعال نشوف كده i haven't seen him in five years اه يعني في غدون الخمس سنوات اه تنفع i haven't seen him five years ago ما شفتوش منذ خمسة سنوات لا طبعا i haven't seen him since five years ago احنا قلنا ان بداعة since واغودي old english ولكنها داتش الكتاب ده فانيعتبرها يعني موجودة فهناخد anc فعلا هي الاجابة الصحة ركز بقى كده لما تقول i haven't seen him for five years ده معناه ان i haven't seen him in five years in اخت four i haven't seen him since five years in مع المضارع التام since مع المضارع التام فهنا عشان كده عشان كده نفس المعنى هما التلاتة فلالتلاتة بنفس المعنى طيب فانت احفظ الصيغة دي احفظ الحل لك تحفظ الصيغة دي لانت مش قادر تستوعبها لما تقول i haven't done four five years ده معناها i haven't done in and i haven't done since 56 i have been working as a teacher since i graduated in two thousand انا شغال مدرس من ساعة ما تخرجت في سنة الفيه طب تعال نشوف بقى i started working in two thousand او ينفع i am still working as a teacher انا ما زلت شغال مدرس ايوام هو قالك منذ تخرجت وانا شغال i graduated in two thousand قالك i graduated in two thousand all the answers are all the answers are correct فعلا يبقى كلهم صح 57 حلوة فكرة الجمل دي it is a long time since he lost visited his uncle يا مزرش عمه من زمان خالص ده معناها ان he hasn't visited his uncle for a long time مباشرة هي hasn't visited his uncle for a long time الاولانية دي فعلا طب التانية he has visited الجملة من فيه التالتة he hasn't visited his uncle since a long time ده قالك في الجملة ايه since he lost visited his uncle وبعدين قالك it's a long time ثانيا الجملة الرقمسية اصلا غلط يعني ايه غلط يعني انت عشان تستخدم a long time دي ده معناها انه ما خلصش كتبت التقرير يعني hasn't finished writing it yet فين بقى لما تقولي is still reading يبقى hasn't finished reading يبقى hasn't finished reading يبقى hasn't finished writing زي بورت yet اللي هي رقم بفعلا اللي هي دي طيب احنا كده خلصنا تسعة وخمسين تسعة وخمسين بقى she had lived entire four three years يعني ايه had lived يعني موضوع العيشة في القهيرة دي انتهى اصلا يعني لم تعد تعيش تعال نشوف she is still she moved to somewhere else امتقدت او ما هو انت وطني had يعني موضوع ان حدث انتهى وثابت البلد رحت مكان تانى طيب she lived there four she lived there three years ago كانت عايش هناك من ثلاث سنين فاته هو قالك هي عاشت في القاهرة ثلاث سنين ما قالكش اللي فاته دول فما ينفعش ناخد ago طيب لو كان قالك she lived she has lived there since three years ago كانت نفعت يبقى كده اختارنا رقم Z ندخل على اللي بعد كده طبعا بعد كده في امتحار على الوحدة الاولى كل الوحدة التانية كل لها the test one on unit one and two with chapter one حالة دميلة جدا الوحدة الاولى والتانية يعني هرجعهم ع بعضهم وامتحان على القصة الاولين برضا تعال نشوف why are they so tired when they arrived هما لماذا كانوا تعبنين لما وصلو قالك because they all the way لان هما كانوا مشيين تركز هما مشوا الاول هما مشوا الاول وبعد ما مشوا وصلوا يعني المشي ده حدث اولاني فانت عايز حدث اولاني فتقول had been walking طب ليه منقولش had walked لانك بتقول ان هما كانوا ماشيين مسافة طويلة فالموضوع كان مستمر japan soon became a major a and the electronics industry طبعا هيبدأ يجيب لك جمل على الكلمات برضو اليابان اصبحت a رئيسي في صناعة الالكترونيات competition منافسة competent يعني قنوع او متميز competitively معناها بشكل تنافسي competitor منافس اليابان كانت منافس في مجال الصناعات وانا هعمل على دي دائرة بره عشان اثب لك الفرق بين الكلمات بكلها وبعضها طيب رقم اتنين japan soon became a major a major ثلاثة بقى it is it is customary على طول it is customary طب لو قالك it is the كنت هتقول it is the custom طيب بعد كده رقم اربع بيقولك some will throw a show at me اتهم في حد في ولد رمى حزاء فيه he was speaking بينما كان اتحدث لي بقى ناخد while قبلية عشان was speaking ما دي مستمر number five احمد can take a piece of wood and a it into a wonderful work of art احمد ممكن ياخد قطعة من الخشب and a it عليك تعرف ان كلمة fashion الموضة وكلمة fashion into يحولها الى فانت هتاخد هنا كلمة fashion into وده مصطلح جديد اكتبه يبقى fashion something into يعني يحول شيئا الى يعني يبتكيرها الى يبدع فيها الى يعني طيب بعد كده رقم ست بيقول لك in this town all the buildings are old في المدينة دي كل المباني قديمة this one for example in eighteen fifty بيقول لك المباني هنا كلها قديمة حتى المبنى اللي قدامك ده بونية في الف تمام وخمسين بونية يبقى وزوره تصريف التاليات فاوز بلت طب ليه ما ناخدش هاد بلت هاد بلت يعني بنا ينفى تقول لي بنا ما ينفعش بونية number seven بقول لك there is nothing to be a by losing your temper لما تفقد مزاجك فليس هناك اشياء ان يكتسب فمعنى كده ان كله اشياء معنوية وبالتالي هتقول gained يعني اكسب نفسك كان ورايح دماغك طب number a at seven bm last night اسمع بقى الساعة سبعة مبارح have you still working ده ده مبارح are you still قالك مبارح طب رقم بي و دي الاثنين ماضي حلو ينفع ان استخدم كلمة did مع الماضي البسيط did دي كلمة sorry still باستخدمها مع معانا المستمرة اصلا هي معناها ماذا لا مستمرة فعشان كده الاجابة where you still working هل كنت ما زلت تعمل رقم تسعة the room is three meters long and two meters بقى بص الغرفة دي تلات امتار طولها والتساعها تلاتة متري بقى انت هتقول three and two meters broad اللي هي معناها واسع عشان انت بتكلم على التساع فبرود عشرة why didn't you manage to repair the door lock وانت ما عرفتش تصلح القفل بتاع الباب مفتاح الباب او قفل الباب قال لك i not it before before دي معناها انك انت بتقول اول مرة عملها ما عملتش بكده يعني هتقول i had never done was never done was never doing ولا بالعربة انت بتقول ما عملتش فهتقول i had never done طب ليه had never done لان اللوني اصلا did طب ليه ما ناخدش would never do معناها مش هعمل طب was never done لم يفعل was never doing يعني لم يكن يفعل طيب 11 the doctor a a tiny monitor to the baby's head الدكتور عمل ايه في جهاز صغير على رأس الطفل اكيد ارفقها او ثبتها يعني فاتنو عشانك هتقول attached اللي هي رقم d طيب اتناشر بقى بقول لك he can't come with us because he his leg هو ما يفعلش يجي معانا لانه كسرارج له كانت مضارع فانا عايز مضارع لان حال تانية فانقول has broken اللي هي دي طب ليه ما ناخدش has to break has to break يعني يجب ان يفعل has to go يعني يجب ان يذهب has to break يعني يجب ان يكسر طبعا مش منطق 13 he three therefore three years before he before they found him لاحظ ان before بعدها ماضي بسيط فانت عايز قبلها ماضي فعشان كده هنختار had been living اللي هي رقم c مفيش حاجة اسمها had been lived بداية يعني had been living يعني كان يعيش طب had been fixed صلحة او اصلحة طيب had been living يعني ايه عيشها مسلا ما تترجمش 14 she died two months after she not a cancer هي ماتت بعد سنة شهرين بعد ما اصيبت بالcancer يبقى had developed انت عايف لما اقول develop disease يعني يصاب بمرض develop cancer يصاب بالcancer السرطان خمستاشر his competitive spirit روحه التنافسية him as one of وخبالك انت من اس دي يبقى انت عايز established اللي هي دي طب يا مستر لو ما فيش اس كنت اخدنا ميت على طول رانا looks very tired رانا شكلها تعبانة yes she not at the house all afternoon لكس دمانها مدارع صح فانت النحن التانية برضو هتاخد مدارع تمام من المدارع قدامك has been cleaning وهاز been cleaning حلو انت يا مستر بتقول هو رانا شكلها تعبانة رد عليك قالك ايوه هي نظفت ولا كانت بتنظف كانت بتنظف كان يا فعل دي ما نحن مستمر وبالتالي هنقول has been cleaning اللي هي رقم دي 17 he was arrested because هو قبض عليه because he was involved انفولفت دي تورط فيها وانت فكر في الكلمات قبلتنا كلمة involved اللي كان بتسوي كلمة guilty وممكن نقول عليهم مسؤولة عن برضو اللي هي responsible المهم he was arrested because he was involved in activities هو تم القبض عليه بسبب ان هو بشتغل في انشطة غير قانونية unlawful lawful قانوني طب unlawful يعني غير قانوني mazin wasn't careful he hit the tree and mazin لم يكن حريصا خبط رث في الشجرة وقعا وقعا شوف انت بتقول وقعا fall fall طب لم يناخدش was falling ينفع تقول لي هو خبط رصف وستفتر بيزة مثلا وكان يقع لا ووقع 18 there are great benefits of communication in a not diverse world في العالم التنوعي ثقافيا يبقى culturally culturally diverse world العالم الثقافي او المتنوع ثقافيا سوري العالم متنوع ثقافيا 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 عشرين when did you make your reservation انت امت عملت الحجز بتاعك في الفندق مثلا after i not the information بعد ما فحصت المعلومات يعني انت فحصت الاول وبعدين حجزت فانت عايز هنا موضيتان almost every day the media reminds us to act a so as to ensure the will being of the planet for future generations كل يوم الثاني الوسائل الإعلام بتذكرنا ان احنا نسلك بشكل مسؤول to act responsibly اللي هي رقم بي علشان نحافظ على بقاء الكوكب اثنين وعشرين بيقول لك he three gold medals so far والله دي مضارع تام والجمل اللي زي كده بتبقى مليحة مضارع تام فهناخد has one 23 two thieves into our house yesterday night اثنين لصوص اقتحموا منزلنا ليلة امس تخلاصي بhas broken ولا broke انت بتقول الاقتحمة حلو فهتشكل حاجتين هذا broken و broke تمام رقم واحد رقم اثنين هو قال لك lost او yesterday night يعني موضوع ماضي فغلاص يبقى الاجابة هنا broke 24 taking photos is a prohibited inside the temple بقول لك ان التقاط الصور محظور بشدة بشدة يعني بصرامة يعني 25 this study shows the a between physical activities and diabetes بقول لك ان ان الدراسة بتبين الارتباط بين الانشطة البدنية وامراد السكر وبالتالي هنقول الارتباط يبقى association اللي هي رقم d اسمبشن اللي يعني معناها افتراد associated with معناها متصل بي اسوشيت طبعا ده الفعل هي رقم يربط او يوصل 26 بقى why do you want to stop a because i for three hours لماذا تريد ان تتوقف فقال لك لانني لمدة ثلاث ساعات لانني اقود بعالي ثلاث ساعات استمرت ثلاث ساعات في القيادة يبقى have been driving طب افرد هو في السؤال قال لك why did you كنت هتقول had been driving 27 he was a because of misbehavior بسبب سوء سلوكه هو مضطر ان هو يتم تقديبه يبقى he was disciplined اودي بقى عوقي بقى my brother and sister tennis at ten a.m. yesterday انبرح الساعة عشرة بالليل عشرة الصبح اخوي واختي كانوا يلعبون يبقى انت عايز ماضي مستمر يبقى طب لو قال لك yesterday هنقول played لعبه 29 اي هنا بقى في دي grew up والفعل مضطل اي نجي grew up knowing طب ما هده مستمر لا مش مستمر مستمر عبارة عن فربيتو دي والفعل مضطل اي نجي ده مش مستمر خد بالك whenever there was a visitor the dog ايه whenever عند اما وقت ما there was a visitor وقت ما كان هناك زائر الكلب الكلب بيعمل ايه عند الباب الكلب بيجري على الباب يجري يبقى would run اللي هي number a طب ليه ما ناخدش مسلا was running او runs او بص انت بتقول لي when ever there was يبقى الجملة زمنها ماضي ده رقم واحد فهنستبعد run وهنستبعد دي لان دول اتنين اصلا بعبرها عن المضارع حاجة بدأت وليس شغالة طيب رقم واحد رقم اثنين انت بتقول لي عندما الكلب يرى زائرا فانه سيجري نحو الباب فخلاص خدنا ودرا طيب ما ينفعش تقول لي عندما الكلب يرى زائرا فكان يجري عندما يرى كان يجري مش منطق هنجي بقى للقطعة المفروض القطعة دي ان احنا نقرأها الاول قبل ما نحلها وبالتالي انا اقرأ القطعة واحلها معاكم اول حاجة عشان تحل القطعة بشكل كميس المفروض تقرأ الاسئلة انا شخصيا قبل ما اقرأ الاسئلة دلوقت قبل ما اقرأ القطعة معاك انا قرأت الاسئلة الاول قبل ما يجي هنا طبعا ما عملتش كده في الفيديو عشان ما نضيعش الوقت اول حاجة لازم تعملها أنك تقرأ الاسئلة ايه لازم من هذا اuv å taf قرأت حدثتك للاسئلة بتفاهمك ان في نقاط معيönة وانت بيتقرأ في النص هنركز عليها طب يا مستر وأنا بقرأ في القطعة لقيت إيجابة سؤال خد تحته خط وما تروحش تكتبه غير لما تخلص اكتب عليه رقم واحد مسلا على سبيل المسال يعني الجملة اللي بعد كده لقيتها إيجابة رقم اثنين بس مش جاري جاري تنقلها يعني استنى على نفسك شوية لما تتأكد الأول يبقى المفروض نقرأ لها سئلة وبعدين نقرأ القطعة حلو كده الكلام تعاني نبدأ باسم الله ديقول لك لو انت فكرت في الوظائف اللي الانسان اللي ما يقدرش يعملها أكيد هتفكر ان الدكاترة والمعلمين أول ناس ما ينسعش الروبوت يعمل وظائفهم ممكن تلاقي فيه روبوت بنظف في البيت روبوتات شغالة في المصانع كعمال بس فيه وظائف محتاجة تواصل بشري وآدمي وإبداع من البشر حد يفكر في المواقف هل نقص من قدر الإنسان الآلي وما يفعله؟ في بعض الأحوال هم أحيانا بيؤدوا أكثر من الدكاترة كلمة دياجونيز يعني هيشخص المرض في تشخيصهم للأمراض بعض المرضى ممكن يشعروا بارتياح أكبر لما يشاركوا لما يحكوا عن تجربهم وخبراتهم الشخصية مع إنسان آلي مع ماشين يعني أحسن ما يشاركوها مع البشر لأن الإنسان هيسمع الخبر ويزعف الدنيا لك إنسان آلي مش هعمل كده هل سيكون فيه للإنسان الآلي ليه دور في عملية التعليم بعد كده على أساس ذلك؟ بريتش إدوكيشن إكسبيرت أنتوني سيلدون واحد اسمه كده اسمه أنتوني سيلدون ده واحد من خبير من خبراء التعليم في بريطانيا سينكس بيعتقد ذلك بيعتقد إن الإنسان الآلي هيحل محل المعلم بيقول لك إن الرجل ده بيفتي بيقول إن الإنسان الآلي في 2027 هيكون قادر إنه يحل المحل المعلم في الفصل ويتنبأ إن الإنسان الآلي سيقوم بالوظيفة الرئيسية اللي بيقوم بها المعلم من نقل المعلومات والمدرسين هيكونوا مساعدين للإنسان الآلي الرجل ده خيال واسع شايفة إن المدرس الإنسان الآلي هيبقى المدرس الأصلي والمعلم الطبيعي البني آدم اللي زي كده مثلا هيبقى مساعد للإنسان الآلي اللي الروبوت الإنسان الآلي الزكي هيقرأ وجه الطالب وتحركاته ممكن كمان يوصل للحركات اللي في زهن الطالب بيفكر في إيه وبعدين هيخزينه وهيعدل المعلومات دي بحيث تكونوا الأمل كل طالب بقول لك إن الرأي ده رأيي ده مش معروف مش محبوب غير مقبول عمر الإنسان الآلي ما هيكون عنده التعاطف أو التفاهم مع القدرات البشرية يعني عمر الإنسان الآلي ما هيوصل إنه يكون عنده تفاهم وفهم وتعاطف مع البشر زي ما الإنسان بعمل في حاجة مؤكدة قلصوا برغم من ده كله في حاجة مؤكدة إيه هي الانسان الآلي أفضل من إنه ما يكونش عندنا أصلا مدرس يعني لو فيه مدرسة ما فيه مدرس ودمجانا إنسان آلي ده أفضل ما يعودوا الطالبة من غير مدرس في بعض أيزائي العالم مفيش مدرسين إطلاقا يعني حوالي من تسعة على ستتاشر في المية من الأطفال اللي عمرهم تحت اللي 14 سنة ما بيرحوش أصلا مدارس المشكلة ده ممكن نحلها جزئيا باستخدام الإنسان الآلي لأن هم ممكن يدرسوا في أي مكان وعمرهم ما يقعوا تحت ضغط ولا بيتعبوا ولا عمرهم هيقول المدرسة دي بتدميش مرتب كويس والمدرسة بتشغلني أكتر أو هيبحاثوا عن مكان في وظيفة مرتبة أكبر الجوانب دي السلبية دي كل الناس متفقة عليها في تديس إن المدرس بيشتغل كتير وبيبحث عن وظيفة أخرى المدرسين في كل العالم بيسيبوا شغلهم لأنهم بيعتقدوا إنها شغلنا صعبة وإنهم بيشتغلوا شغلة زيادة السؤال المفروض ما يكونش كالتالي المفروض ما يكونش إيه بقى هل الإنسان الآلي هيحل محل المدرس المفروض يكون السؤال إزاي الإنسان الآلي المفروض يساعد المدرس العمال في المصالع ممكن يستخدموا البرامج علشان تقوم بعملات حسابية وينظموا ويردوا على الإميلات يرتبوا الاجتماعات ويعملوا تحديث لليومية المعلم المدرس بيضيع وقت كتير جدا في القيام بمهام غير تدريسية بما فيهم باب أنه بيقضي 11 ساعة في الأسبوع في تصحيح الواجب لو الإنسان الآلي ممكن يختصر الوقت اللي المدرس بيقضيه في تصحيح الواجب وكتابة التقارير للطلبة يعني لو الإنسان الآلي بيساعد المدرس في المدرسة في تصحيح الواجب وعمل تقرير للطلاب فده معناها أن المدرسين وبالتالي كده هنفضل المدرس بحيث يقوم بالوظائف اللي البشر بيعملوها أفضل من الإنسان الآلي طبعاً أنا بقرأ القطعة بشكل سريع جداً علشان الوقت ما يكونش طويل على سيادتك طبعاً أسئلة زي ما أطلقتنا قد أتهتها قبل كده فالمفروض حرارك لو هتيجي أول مرة تقرأ القطعة وبعدين تحلها فأنت بتهزر لازم أنت تقرأ الأسئلة وبعدين تقرأ القطعة وبعدين ترجعتين تقرأ الأسئلة طب يا لازمتها أنا قرأت الأسئلة الأول فخدت تصور رادل بيحك عن إيه وأنا بقرأ في القطعة التصور ده كبر شوية أو تصحح لأنك ممكن تكون فهم السؤال غلط فلما تيجي تقرأ السؤال مرة تانية بعد ما تقرأ القطعة ممكن تكتشف أن فيه سؤال كنت انت فهمه غلط ودلوقتي فهمته صح أول واحدة سهل إن احنا نعتقد أن الإنسان الآلي أول واحدة هيحل المحل للإنسان حتى لو احنا مش حابين الفكرة أكتر قدرة من الإنسان وده صحيح ممكن يعملوا وظائف أحسن من البشر بس ده مش دايما زي في حالة المدرسين مثلا هيكونوا أقل كفاءة في المستقبل طبعا ده هيكونوا أكتر كفاءة في المستقبل وبالتالي الإجابة رقم C اللي هي الإنسان الآلي ممكن يعملوا أقل من البشر لكنهم ممكن يشتغلوا أقل من البشر ما يفعله البشر يعني ولكن ده مش دايما زي ما في حالة المدرسين رقم اثنين بيعتقد أن المدرسين في المستقبل سوف هو الراجل ده قال لك أن المدرسين هيساعدوا الروبوت يبقى أنت هكده هتقول وفقا للقطعة وفقا للقطعة فالإنسان الآلي عمره ما هيكون اه هي دي مظل ما نكمل عمر الإنسان الآلي ما هيكون البديل للمعلم إطلاقا اللي هي رقم A رقم A أربعة القطعة بتقولك أن في بعض الدول في العالم بيدفعوا مرتبات للإنسان الآلي عشان يدرس ولا بيستخدموا الروبوت للإنسان الآلي عشان يدرس أو يقوم بوظائف التدريس هو في القطعة قال لك أن في بعض الدول ما فيهاش مدرسين ساعة مقيم بيقول لك مش عارف من 6 إلى 9 أي كده وقال لك أن الأماكن دي بيستخدموا الإنسان الآلي عشان يدرس بدل المعلم وبالتالي الإجابة الرقم C فعلا عندهم نقص في المعلمين وبالتالي بيعتمدوا على الإنسان الآلي خمسة It can be concluded from the text that ممكن نفهم من القطعة أن المدرسين الإجابة الرقم B Have Have less job than office workers Less help sorry يعني يعني بيحصلوا على مساعدة أقل من العمال في المكاتب تالي كده القطعة بتقول أن المدرس بياخد دعم أقل من عمال المكاتب طب ليه لإن عمال المكاتب الإنسان اللي بيكتب لهم تقارير وبيعمل لهم كل حاجة لك المدرس لا The passage states that robots could بيقول لك القطعة دي بتبين لنا أن الإنسان الآلي ممكن يصحح الواكب Homework homework لا رقم B طبعا عندي رقم B اللي هي دي طيب رقم 7 Based on information in the statistics وفقا للمعلومات اللي في التكست من مميزات الإنسان الآلي المدرس هو أنه الإنسان الآلي لو هنخليه مدرس فمن مميزاته بقى إنه هو زي don't وontrust مش محتاجين يرتاحوا ولا بيطلوبوا النقل من مكان لمكان The closest definition of the underland word empathy empathy يعني تعاطف يا ترى معناها being selfish إنك تبقى عناني لا treating other people badly لا برضو مش هتعملهم سيئ being cruel إنك تكون قاسي لا برضو يبقى understanding إنك تكون بتفهم الناس وتتشارك معهم زي ما ذكر في البريغراف الأولاني عكس كلمة understimate 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 زي ما قلنا معناها يزدري أو يقلل من شأن عندك كلمة degrade معناها يزدري بنفس المعنى divestate يدمر exagrate يبالغ downgrade معناها ينزل من رتبة أو آآ يحتقر مسلاً أو يقلل من وبالتالي أنت شايف إن عكس كلمة يزدري عكسها عكس كلمة understimate يعني يقلل من عكسها يبالغ لما قولك أنا أقلل من شأن فلان يعني معنا عكسها بقى أبالغ في رفع شأنه إيه من دول مش صح تعال نشوف teachers are overworked المدرسين بيشتغلوا كتير أو فعلا دي صح ما ينفعش نختارها ركز نعملك نط بالكابتال إزاي teaching is a hard job التدريس وظيفة صعبة أو فعلا وظيفة صعبة يبقى مش هنختار دول فيه إنسان آلي بكتير جداً بحيث إنه يعمل حالات كتير مكان البشر الإنسان الآلا هيقرأ الأوجوه برقم بفعلاً هي اللي مفروض مش صح وفقاً لما جاء في النص خطعة أنا حالتها سريعاً أتمنى أن تكون مفيدة بالنسبة لك إنت حاول تقرأها على مهلك وتحلها على مهلك ما تجيش عند اللي أنا عامله ده غير في الإجابات مثلاً لو أنت بتزهق من القراءة أو أنك تشوف الناس الأخرين بيقرؤوا تعال بقى نقرأ القصة كده بقول لك according to Rose doing something useful in society إن القيام بأشياء مفيدة في المجتمع دي بقى بطارة has no in strength value ما لهش أي ستين لازمة is totally unacceptable غير مقبول makes one worthy of every respect بتخلي الناس محترمة وي yields no good results ما لهش أي ستين نتيجة اللي يجب رقم بي بتخلي الإنسان يبقى شكله محترم في المجتمع وليه ستين لازمة راسندل says that no one ever has quite enough money to do anything perhaps what he means is that هو راسندل لما كان بيقول إن ما فيش حد في الدنيا ممكن يكون معه فلوس يعمل بها كل حاجة فده معناقي يا ترى money is a measure of worthlessness النقود ديت هي من القياس للحضار في القيم يعني ما لهش ستين لازمة money makes people worthless الفلوس بتخلي الناس ملهمش لازمة only rich people need more money الناس الأغنياء بس اللي محتاجين فلوس ولا people are always greedy الناس دايما يشيعين هو بقولك راسندل بيقول إن ما فيش حد في الدنيا معه فلوس تكفي يعمل حاجة يعني معناك كده إن الناس دايما بحتاجة فلوس يبقى لي جاب رقم D فعلا راسندل's bragging about the position of his family members يعني لما راسندل تفاخر وتمظهر بما كانت عيلته في المجتمع عملت إيه بقى في روز خلت روز خلت روز feel superior خلتها تشعر برفعة ولا خلتها جلاد سعيدة ولا annoyed روز ولا had no effect ملاش أثر طبعا ده أغضب روز وعيادة روز ولما دخل أخوه اللي هو أخو راسندل يعني فروز بقى تشتكيله راسندل is too lazy and he doesn't do anything yousiful والبط هي راسندل ده كسول جدا طول عمره ما بعملش حاجة مفيدة بس هو تعالى نشوف واخد الحياة الجدية طبعا لا ده ده كل بيت بالشوكة is proud of his education and skills فخور بتعليمه ومهارته او فعلا is working hard to earn بيحاول ياخد اللقب بتاع اللورد لا طبعا يبقى ليجاب رقم B ان راسندل معه فلوس وكسول ومش عايز يشتغل وبتفخر بمهاراته قال لها انا اشتغلت انا درستي في مالبارس المانية وجامعة المانية باستخدم سيف وباستخدم القصة اللي تعرفين هذي as the beginning of the story راسندل agreed to work for sir jacob because في بداية القصة راسندل وافق انه يشتغل مع sir jacob ليه ايه اللي خليه يقبل الشغلنا ديت تعال نشوف روز برسولدهم او فعلا the job sounded quite interesting او فعلا both a and b هو لحد الوقت كده he was badly in need of money محتاج فلوس لا ايبقى رقم اللي جابه رقم c اللي هو فعلا كان روز اقنعته وهو اعتقد ان الشغلنا ديت مهمة وفيه كان سبب كمان تاني اضافي غير كده ان هو قدام ستشهور فضيئ راسندل was the latest descendant of quintus amelia to have اخر واحد في العيلة يكون عنده مظهر عيلة الالفبرج wide mouth فم واسع and strong teeth لا fair hair and long ears او اذن طويلة وشعر نعم يعني مظهر العائلات الانجليزية ولا مظهر العائلات الانجليزية ولا مظهر العائلات الريتانيا اخيدة رقم d اخر واحد يكون في ظهور ومظهر العائلات في الريتانيا not wanting rose to think that he was lazy راسندل كان مش عايز روز تعتقد ان هو انسان كاسود وبالتالي اخبر روز ايبا that he is going to write a book about فش ال problem زي الاولى من غير ما تفكر طبعا دي واضحة دي was well known for her wills and ambition من اللي كانت معروفة دايما به السروة والجمال والطموح وكده انتواني ديمو با فعلا الرقم دي اا بعد كده رقم تسعة بناقول لك one of the biggest mistakes واحدة من اكبر الاخطاء الملك المرحوم يعني بتاع رويتانيا هو انه تعال نشوف اول واحدة he treated his children differently عامل اتفاوله بشكل مختلف اا فعلا كان بيحب الملك الدوك مايكل اكتر من ابنه اكتر من الملك الملك الخامس يعني he favored his son اا رودولف اا فعلا كان بيحب مايكل اكتر من رودولف اا فعلا اي اند بي هي دي فعلا طيب رقم عشرة the old woman who ran the hotel at zinda love duke michael for the reason that هو الولية اللي كبت بتديري فوق الحانة في zinda كان بتحب مايكل اكتر من اا من الملك الحقيقي طب ليه اكيد لانه كان بيهتم بالمدينة تعال نشوف he was half brother to roodulf الخامس لا طبعا ما بتحبهش لانه اخو رودلف he didn't like being only duke ما كانش حابه انه هيكون دوك مايكل دي حقيقا انه هو ما كانش حابه انه هيكون دوك مايكل دي حقيقا انه هو ما كانش حابه انه هو يبقى دوك مايكل لكن مش ده السبب اللي خليها تحبه هي وزرس منسا بالفوردلاند ارون زنده هي دي الاجابة فعلا كان بيهتم بالجزيرة اا بزنده كلها ويهتم بالارض ويهتم بالكسل كده خلصنا القصة الحمد لله لازم لا تكتير شوية ما عليش استحمله ولكن الامر ان شاء الله سهلا ليس بالصعب اختار ترجمة good nutrition and regular physical activity produce your risk of developing cancer تعال ما تيجي نترجم قبل ما نبص على الاختيارات التغذية الجيدة and regular physical activity والانشطة البدنية المستمرة تقلل مخاطر اصابتك بمرض السرطان تعال اول واحدة شوف الاربع اختيارات ونشوف اول واحدة التغذية السليمة هو النشاط الفيزيائي لا طبعا physical دي معناها بدني طب التغذية السليمة هو النشاط البدن المنتظر يقللاني من خطر الاصابة بسرطان طيب المنتظم دي المفروض اوه صح عشر دي جولر المنتظم يبقى دي رقم بي هي اللي تنفع طب نشوف التالتة اللي ما تنفعش التغذية السليمة والنشاط البدن المنتظم يؤدياني الى الاصابة بالسرطان يعني ما قالك ده دول بيقلل reduce يبقى ديه غلط عشان يؤديان يزيد خطر الاصابة بالسرطان نتيجة يجب ان تكون هناك رقابة صارمة على برامج الاطفال في التلفزيون التي تحتوي على الكثير من المشاهد العنف تعال نشوف يجب ان يكون هناك زر should be او زر must be رقابة صارمة رقابة يعني control تحكم يعني يبقى مفهود نقول زر must be strict control على يبقى over برامج الاطفال في التلفزيون children tv program on tv او children tv programs يبقى children's tv program او tv programs for children اللي تحتوي على that contain الكثير من المشاهد العنف a lot of violent اخد بالك violent scenes مش violence عشان طبعا لو نجبها في الاختيارات ما يضلطش تعال نتشوف اول واحدة there must be strict control over tv children's programs that consist a lot consist عايز اف اولا ثانيا معاش هلقى الموضوع هنا التانية there must be control strict على بها هو مفهود تبقى strict كنترولي بقى دي غلط there must be strict control over children's programs that contain a lot of violent scenes او هي دي يجب ان يكون هناك strict control تحكما صارما او رقابة صارمة على برامج الاطفال that continue اللي تحتوي على كسرا مشاهد العنفية برقم c هي اللي صح كده خلصنا كل الاسئلة الموجودة في الواحدة التانية بفضل الله رب العالمين هنبدأ بقى ان شاء الله بعد كده نازل في الواحدة التالتة دايما انتابع معانا زاكر اول باول سكرينشوت اللي انت مش فهمه بعتولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة